في هاد شريط غانشوفو طريقة انشاء اون بريزنتاشن وغانبداو من اللول يعني انشاء ديابوزيتيف فارغة ثم غانضيفو لها محتوى ومن بعد غانسجلوها يعني غانشوفو مختلف مراحل انشاء اون بريزنتاشن اذا كنفتحو الباوربوينت ومباشرة كتلاحظو واجهة الاستقبال وهنا يمكننا اختيار بريزنتاشن فارغة او اي وحدة من هاد النمادج لكي يدهرو عدنا هنا يا ولي غانتكلمو عليهم من بعد اذا الان غانكتافيو بالضغط على نوفيلة بريزنتاشن وهذه هي واجهة الاستقبال ديال باوربوينت عنا هنا يا ديابوزيتيف وحدة وفارغة واللي كتعرض عدنا هنا بهذا الشكل وهنا في هاد الاطار يمكننا كتابة المحتوى بمعنى هو فقط مجال محدد لكتابة المحتوى اللي بغينا نضيفو ومن بعد ما غيظهرش في العرض النهائي اذا غنضغط هنا لإضافة العنوان وكتلاحظو كي يدهر عدنا الكيخسر بهذا الشكل كمؤشر باللي يمكن لنا نبدو في كتابة العنوان من اللي تتنتهيو من كتابة العنوان ما كتضغطوش على انتخي حيث بهذا الشكل غايتتضاف عندكم ستر جديد لكن احنا محتاجين لانتقال الاطار الاخر اذا يكفي نضغط عليه ونكتب النص اللي بغيت نضيف الى ضغط الان خارج هاد الاطار فكتلاحظو ان المجال اللي كان محدد للنص كي يختفي يمكن لي الان ضيف ديابوزيتيف جديدة ونستعمروا في إنجاز العمل ديالي اذا كنضغط هنا في الانغلي اكوي على نوفل ديابوزيتيف وهنا كي يظهر عندي اقتراحات مختلفة يكفي نحدد الاختيار ديالي وكنضغط عليه كيف ما كتلاحظو هنا عدنا مكان مخصص العنوان وهنا لكتابة الناس اذا يكفي نضغط ويمكن لي نبدو في كتابة الناس الان يمكن لي نجي هنا ونكتب النقط اللي بغيت نشير لها الان يمكن لي نتاقل ما بين هاد الديابوزيتيف بالضغط عليها ويمكن لي نرجح هنا في حالة بغيت نضيف اي محتوى الان كيف ما كتلاحظوك منه كتابة الناس لكن كي يظهر عندنا بشكل عادي لكن يمكننا نقوم بتحسين طريقة تقديم من بعد بحيث غنستعملوا من بعد طريقة انشاء ديابوزيتيف متميزين باستعمال الصور لزغير بلون وغيرها من الودائف اذا من بعد ما قمنا بالخطوة الاولى في انشاء ديابوزيتيف غنقوموا الان بتسجيل العمل ديالنا بالتالي كنتقلوا لانجلي فيشياء وكنختاروا انغوجيسترسو يمكننا نسجلوه في سكايدرايف في حالة كنادنا حساب سكايدرايف او لا في الحاسوب ديالنا اذا كندغط على أورديناتور او من بعد على باركورير الاختيار مكان تخزين البرزنتاشن ديالنا مثلا هنا في البيرو نعطوه اسم او من بعد نضغطو على انغوجيستري من بعد ما كتنتاهيو يكفي نضغط هنا على فار ميل اغلاق البردمج باوربوينت او لرجوع البرزنتاشن ديالنا يكفي نضغطو للباوربوينت ماللي كيتفتح هنا كيدهر عندنا اخر البرزنتاشن ونخدمنا عنهم في حالة تحتاجي تنفتح بريزنتاشن اخرى ولي ما ظهراش عندي هنا فيكفي نضغط هنا على اوفغير دوتر بريزنتاشن او من بعد نجي هنا لالورديناتور ونضغطو من جديد على باركورير ونختارو المكان ليسبق لنا وسجلنا في البرزنتاشن ديالنا كنختارو البرزنتاشن وكندغط على اوفغير وكيتفتح ديالنا ويمكننا متابعة العمل ديالنا من اللي كنفتحو الباوربوينت كيقدمنا النافذة كتوضح لنا المكان اللي توقفنا فيه كنضغط عليها ومباشرة كتحولني المكان اللي توقفت فيه ويمكن لي الان نستمر في العمل ديالي ترجمة نانسي قنقر